يقول السائل هل يجوز للمأموم متابعة إمامه بالمصحف؟ لا لا يجوز هذا لأن هذا يسغل المأموم عن استماع القرآن ويسغل نظره بالحروف والكتابة فينصرف عن صلاته إلى النظر في الكتابة وأيضا يعطل السنة التي هي قبض اليدين على الصدر لأنه يقبض المصحف بيد ويرسل اليد الأخرى لفوت السنة هذه نعم